احنا مهمتنا يا سيد يوسف احنا مهمتنا الناس مش قادرة تفهم انا مش مهمتي الجمعاء محي اسمعين يا جماعة انا راجل اصلاحي انا راجل اصلاحي حقوق الانسان فكرة اصلاحية وليست فكرة ثورية الثورة دي حاجة مش طبعنا ما ينفعل وبرضو الناس مش قادرة تفهم ان احنا دورنا احنا جزء من الدولة لانه الدولة دي تشمل المعارض والمؤيد وكل حق يعني مش الدولة بتاعة مجموعة معينة انا جزء من الدولة ولازم أتحاور مع الدولة لإصلاح حالة حول إنسان لأن أنا بستهدف المواطن هو أنا ينفع حضرتك عندك شكوى أحلهلك بالعافية بلوي الدرعة هروح سفارة أجنبية خبت عليها مش لازم أروح لوزارة أو الحكومة أطلب منها وانقل هذه المشكلة عشان الدولة تساعده لازم أفي دولة ولازم أفي دولة قوية وزاد سيادة ومهمتي أولا أحافظ على سيادة هذه الدولة عشان أنا يبقى ليه دور لأنه لو ما فيش دولة ما فيش حق إنسان طب سؤال صححني لو أنا غلطان بعد إذنك كثير من المنظمات والمنظمات الحقوقية المصرية والحقوقيين المصريين أيضا يشاركون في متابعة أو مراقبة انتخابات خارج مصر في دول أخرى طبعا في اليمن وفي العراق وفي تونس أنا شخصيا ما أنا شاركت في كل الانتخابات دي وفي زملالي راحوا في أفريقيا وفي زملالي أنا مليشي الشرب بس أنا عندي زملاء من جيلي ومن جيلي سبقني معتمدين في الأمم المتحدة متابع دولي يعني لما الأمم المتحدة بتعمل بعثة بتختاره هو فيه يا جماعة أنا مش فاب يعني تعال بقى أبينا نرجع على الاستعداد للإجراء الانتخابي ده الإجراء الانتخابي الأكبر دائما والأهم في أي دولة في الدنيا الإجراءات الانتخابية في مصر يمكن نحن النهاردة كان عندنا المؤتمر الصحفي الهائق الوطنية للانتخابات واللي قالوا بوضوح شديد إحنا شغلنا بنقف فيه على مسافة متساوية من كافة المرشحين أدي واحد اتنين بخصوص بدء الإجراء الانتخابي إحنا هنعلن الجدول يوم الاتنين اللي جاي أنا أخد الخطوة بتاعت وماذا بعد إعلان هذا الجدول بنعمل إيه إحنا مين كناخبين ولا كمنظمات كمنظمات الأول إحنا إحنا بدئين من بدري أول ليه أقول لك ليه ما تدئين من بدري لأننا أحصل على تصريح 34 منظمة اللي حصل على التصريح دي الناس مش عارفة إحنا حصلنا على التصريح إزاي إنت عارف أن إحنا مسجلين في وزارة التضامن طبعا فلازم كل سنة حتى لو ما فيش انتخابات كل سنة حتى لو ما فيش انتخابات تقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بتفوض من رئيس المؤسسة أو رئيس الجمعية الهيئة الوطنية للانتخابات ميزانيتك وشهادة من وزارة التضامن أن إنت ما عندكش لمخالفات مالية ولا مخالفات إدارية تمام؟ وتروح تقدمه عشان يحصل تجديد سنوي لتصريح من رابط الانتخابات لا ربما إحنا متعرفش ممكن يبقى في سنة فيه الانتخابات فإحنا كل سنة بنعمل ده فإحنا في بداية كل سنة بنقدم هذه الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وعندنا حد بنسميه مفوض من المؤسسة أو من الجمعية يتعامل مع الهيئة وبعدين تصدر الهيئة تراجع الأوراق اللي توافق له تطلع قرار زي القرار تلع الأسبوع اللي فات تسمي المنظمات المصرية والعربية والدولية التي حصلت على تصريح من النهاردة بدأت مهمتنا أستاذ يوسف من النهاردة بدأت مهمتنا طبعا ليه أولا أنا النهاردة أخذ الكودات يعني فيه نظام معقد ما يعرفوش الزمل اللي بينتقدون يعني فيه نظام معقد شوية بقى كله دلوقتي يعني إلكتروني بيدونا زي الكودات كل متابع بيبقى ليه رقم كود بنرفع بطاقته الشخصية ونرفع اسمه ورقم تليفونه وإيميله عشان يحصل على إيه تصريح بالمتابعة كرني يعني يخش بيه باتج يخش يسمح ليك بتفقد اللي جاني إزاي لازم تبقى متابع معتمد فالنهاردة وبكرة الغاة يوم 24 نبدأ نسجل مراقبنا أو متابعنا وبعد كده بعدها بإجبار رح نستلم الإيه الكرنيهات بعد ما نستلم الكرنيهات المتابعين بتاعنا دول لازم تعمل لهم دورات تنشطية لأن القانون بيتغير قالوا باشي الحساسية بيتغير والدستور ساعات بيتغير فلازم تعمل دورة تنشطية تعيد تأهلهم تاني في آليات المتابعة فأنت بتتابع الانتخابات بإيه بثلاث مراحل المرحلة الأولى دعوة فتح الباب للترشح وإعلان الأسماء المرحلة اللي هي الميدانية اللي هي أنت بتتابع سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامتها الإجراءات واللجنة في قدوة ولا ما فيش في تأخر في اللجان ولا لأ في تسويد ولا لأ في تزويد ولا إلى آخره والمرحلة الأخيرة اللي هي الفرز وإعلان النتائج احنا بنضرب متابعيننا ونديهم دورات تنشطية فيها القانون الدولي وفيها القانون المصري وفيها القانون الهيئة وفيها حقوقهم وفيها واجباتهم والتعامل إزاي مع الزروف المختلفة ثم تنطلق عملية المراقبة أول ما نفتح باب الترشح ونبدأ إحنا بقى نشوف بقى المرشحين في فترة دعاية من اليوم التالي الإعلان الأسماء مدتها إسبوع لو هو عشرة مليون لو في حاجات أنت بتحسيبها بنارات تضربها تلاقي العملية في فلوس زياد كل دي براح الرازل بيرصودها المتابعين وبتقدم تقريرك في النهاية ده موضوع كبير يعني مش يعني العملية مش بالبساطة دي